عشان كده بعد الأسارتي جي فايلر جي فايلر فايلر كان بالنسبة لنا كان فايلر من الأول كان من ضمن ثلاث مداربين كان هما الشهر تستد بالنسبة لكابتن خطيب واللجنة لجنة كانت تنتقى سمعيل وكابتن زكريا وكابتن خالب بيبو كان خلص كان فيه اثنين مداربين مع فايلر كان هما الثلاثة كانت واتنا وانس خايا مرتاجي سافرنا كذا بارد أوروبية وكانت لأ كانت سافرية كانت مهلكة جدا والرجل سافر معي وطلع هو على حسابه عشان يخلص الموضوع معي كان بيدي نسا بورت رهيب من غير أي مقابل فازاي نحن شوف النهاردة ان قعدنا مع ثلاث مداربين فالآخر شوفنا ان فايلر هو أكتر حد ممكن يكون مناسب يعني كان فيه مدارب تاني برده كان مع فايلر كان هو مناسب بس الآخر استقرنا على فايلر فايلر فكرته كلها شوف الأول بدأ هو عمل ازاي كان بلعب كمدافع هو الأول بطل كورة هو صغير إصابات كتير بعد كده ميسك أندية كلها درجة تانية في سويسرا نادي بلاب على الصوت بعد كده ميسك في نيورنبرج في ألمانيا درجة تانية بينافس على الصوت بعد كده ميسك أندر لخت نادي بطولة في بلجيكا حصل له ظرف كده شخصي فرجع سويسرا فميسك فرقة نص جدول مش فرقة بطلاط فكل فرقة الليع فيها كان راجل اللي استطيع لعبه كله هجومي جدا وعرقامه كلها هجومية جدا وكما رفناه شخصية قوية فكان ده من ضمن الأسباب وكان بيوله صعبة قوي كان شخصية صعبة شخصية صعبة جدا والرجل كان يعني عامل كده دي حيئة اه دي حيئة حتى في كل التعاملات تعملات شخصية وعملية وكل حاجة بس في الآخر هو هو الرجل عايزي لهم تنفشي كده هو دول يمتشي كده خاصة ووانتشي كده لو في أي مشكلة تانية خاصة الرجل طبعا بيعمل مشاكل يعني بس في الآخر هو من الناس اللي عامل شغلة معنا كويس قوي كان بالنسبة لنا كان هدف ان احنا نجيب حد بالشكل ده اوكي